بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الـ 45 من السلسلة شرح برنامجة Microsoft Word وفي الفيديو ده هنشرح لحضرتكم الوظائف الإضافية من أعداد أستاذ ياسر محمد نجيب خاصية الوظائف الإضافية داخل البرنامج Microsoft Word وهي خاصية من الخصائص الجديدة نسبياً داخل البرنامج عشان نوصل للخاصية ديات بندخل على قيمة Insert ومنها هنلاقي الوظائف الإضافية في الجزء ده على سبيل المثال هو هنا هتطلنا إضافة لموقع الوكبيديا ما هتطلها إضافة توصلك على طول الموقع وتقدر تتعامل معها من خلال برنامج الورد فوراً من خلال الإضافة دياته طيب لو أنا عايز أضيف إضافة تانية بدخل على إضافة بيدخلني على المتجر الخاص بالإضافات لو أنت عايز تاخد إضافة من إضافات العادية موجودة قدامك هنا طيب لو أنت عايز تشوف أفضل الإضافات اللي موجودة داخل برنامج الورد فبيعرضها لك لو أنت عايز تشوف إضافات خاصة بالاتصالات على سبيل المثال أنت تقدر تعمل إضافة لإيموجي أو تقدر تعمل إضافة لبرنامج السيسكو ويبكس الخاص بالمحاضرات الأونلاين أو أي برنامج تاني من البرامج اللي موجودة قدام حضراتكم ممكن تشوف الإضافات الخاصة بعرض الملفات أو الإضافات الخاصة بتحرير الملفات أو الإضافات الخاصة بالتعليم عندك مجموعة من الإضافات لو أنت عايز تختار ما بينها تقدر أنك تختار وبعد كده هتعمل لها أد ديت حاجات مقترحة أنت ممكن تقسمها عن طريق تقييمها وتشوف إيه الأعلى تقييم وإيه الحاجات اللي الناس استفادت منها بشكل أكبر أو إيه الحاجات اللي الناس شافتها ممكن تعرضها عن طريق الإسم بعد كده هتختار الحاجة اللي أنت عايزها وتعمل لها أد على سبيل المثال عندنا دروقتي الإضافة بتاعة وكيبيديا هي نزلة أوتوماتيك مع الوفيس أنا دروقتي هضغط عليها هو هنا علشان أنا باستخدمها أول مرة هو بيسألني طب الإضافة بتاعة وكيبيديا ديت هي خاصة بشركة كذا طبعا هنا بيوضح لي بأن الوظيفة الإضافية اللي أنا أضفتها هنا هي وكيبيديا بيعرض لي الشركة اللي هي عملتها فهنا طبعا الشركة اللي عملت الإضافة ديت هي شركة مايكروسوفت مش موقع وكيبيديا ولكنها بتوصلك لموقع وكيبيديا تقدر بأنك تقول له أسق في الإضافة ديت أو الوظيفة الإضافية ديت وتقدر بأنك تدخل تشوف معلومات قبل ما تقدر أنك تستخدم الحاجة ديت دلوقتي هو فتح لي الصفحة بتاعة الإضافة ديت أو الوظيفة الإضافية اللي تقييمها من كام واحد تم تقييمها بيعرض لك هنا إزاي تقدر بأنك توصل لمعلومات بأنه هنا مثلا في الصورة ديت شرح لك بأنك تقدر بأنك عندك مقال أنت بتكتبه عن مدينة كذا أو مكان اسمه كذا تقدر بأنك تبحث عنه داخل الوكبيديا من برنامج الورد بدون حاجة إلى فتح متصفح وبدون حاجة إلى أي إضافات خارجية أو أنك تخرج من برنامج الورد بالإضافات ديت برنامج الورد بيسمح لك بأنك تستخدم الوجهة بتاعته بشكل أكبر وبيغنيك عن العودة إلى مراجع خارجية فيوفر لك كل حاجة داخل البرنامج نفسه تقدر بأنك تدخل تشوف إيه هي المراجعات بتاعت الناس اللي هم قدموها على الإضافة ديت فتقدر بأنك تتفرج على المراجعات ديت وتشوف أو تقدر بأنك تكتب مراجعة أنت أصلا على الإضافة ديت لو أنت استخدمتها قبل كده أنا هتقدر أقول له Trust this app دلوقتي طبعا حضراتكم هتلاحظوا بأنه فتح موقع ويكيبيديا داخل برنامج الورد بتاعي طبعا الحاجة ديت محتاجة اتصال بالإنترنت دلوقتي هبدأ أكتب له أي حاجة على سبيل مثلا هبدأ أكتب له مصر هتلاحظ بأن الإضافة هنا ما بتتعرضش بشكل كويس طيب أنا هتغط له Enter عشان يبحث عنها هتلاحظ بأنه ترجم النص اللي أنا بدور عليه وأمجأي لي بأن أنت بتدور على إيجبت ويعرض لي مجموعة من المعلومات اللي تخص مصر بشكل كامل طبعا أقدر أتفاعل مع الروابط التفاعلية ديت أو بأني أدخل هنا على الصور فأشاهد صور عن مصر أو أني أدخل على أي اختيارات تانية هنلاحظ هنا حاجة بأن أثناء عرضه النتائج على مصر أنا لما هنزل دلوقتي عشان أستطلع النتائج هلاحظ أن في بعض المقالات ما هيش واضحة بشكل سليم أنا أضغط عليها علشان يفتح حالي طبعا هو فتح حالي على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى معنى ظهور النص ده بالشكل ده ده معناها بأن الوظائف الإضافية داخل الورد في بعضها بيواجه مشكلة مع اللغة العربية فتحذر أثناء استخدامك للوظائف الإضافية ديت من النقطة دي طبعا أنت بتختلف الوجهة الأساسية على أساس إيه هي الوظيفة الإضافية اللي أنت أضفتها طبعا أنت تقدر بأنك تعمل رسائز علشان تتحكم في حجمها من مساحة العمل بالشكل اللي نسبك أو بأنك تقدر تقفلها ده كل اللي يخص الإضافات طبعا التحكم بتاع الإضافات بيختلف إضافاتك بتكون موجودة هنا لو أنت نزلت مجموعة من الإضافات طبعا شركة مايكروسوفت استدعت فكرة الوظائف الإضافية من المتصفحات وأضفتها داخل برنامج المايكروسوفت وورد وداخل السلسلة بتاعتها لشان توفر وقت المستخدم للبرامج ديت وتسهلوا عملية العمل داخل برامجها بكده نكون شرحنا كل مايتعلق بالوظائف الإضافية بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميعكم التوفيئ ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة